السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اعزائي متابعي اكاديمية احمل ابو العلا في كل مكان في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن شكل امتحان نص السنة لطلاب الصف الاول الثانوي شكل اسئلة الامتحان ايه بالزبط وهنعمل هنحل مع بعض نموذج صغير كده على الامتحان عشان يبقى تدريب ليك ومعشان ما تتفاجئش جوه الامتحان هيبدأ الامتحان بسؤالين اختار اول سؤالين اختياري هيكون كل سؤال عليه خمس اختيارات مطلوب منك انك تختار اتنين من الخمسة هرى معك اول جملة بيقول عندنا هنا كلمتين هما هيبقوا مراضف لها الكلمة الاولانية جيرني والكلمة التانية يبقى الاتنين دول جيرني ممكن تستخدم فعل بمعنى يقوم برحلة طبعا يقود الجملة التانية وطبعا ملاحظ انه في الجملة لو نيسألك على المراضف ففي الجملة التانية هيسألك على العكس المصرحية كان فيها بعض اللحظات الفكاهية بيسأل هنا بيقول لك دي عكس كلمة ايه طبعا ممكن تبقى انت مش مش عارف فهي اغلبها هتخمن هنا طبعا معناها شيخ مش هينفع معناها مضحك طبعا ده نفس المعنى مش العكس يبقى دي اول واحدة طبعا فني يعني مرح فمش هتنفع يبقى الاجابة دول اول سؤالين اللي علوهم خمس اختيارات هتختار منهم اتنين بعد كده هيكون عندك عشر اسئلة كل سؤال هتختار عليه ايه ايه اجابة واحدة يعني بيقول انا عايزك تكمل معي للاخر عشان تعرف كل التفاصيل الامتحان هيجي ازاي هنا طبعا هتبقى الاجابة اللي هي رقم سي الجملة التانية يعني شيء مسلم بي ماشي المجرمين بيستعملوا المعلومات اللي بيجمعوها من اجهزة الكمبيوتر طبعا انتوا عارفين احنا كدنا بنستعمل ده يقولك هاكر وهاك وهاكينج يبقى ايه الاجابة دي هاك انتو ارجانيزيشنز لقصة او سرقة بعض المعلومات من المنظمات وما الى ذلك الجملة اللي بعد كده قصة ايه الاجابة اللي هو كوبيك او ادات حفر عشان يعمل حفرا فيه في الجنينة طالما فيه نفس أو طالما أنا حيا بجده مش هيدخل بيتي إيه ميزة إنه يكون عندك عربية غالية زي كده يبقى بينافت بقى نختار كلمة بينافت الجملة اللي بعد كده أو المجموعة اللي بعد كده تخدت بالك إن الست جمل الأولين دول كانوا منصبين على الكلمات هم والأربع جمل والأربع كلمات الأولين بحنا كده نتكلم إنه عندنا عشر درجات أو عشر أجزاء على الفوكابلري يعني الفوكابلري هي سيد الموقف في الامتحان الجزء التاني هيتكلم على الجرامر الجملة الخامس سبعة طبعا كنت بتعمل الساعة تمانية بره الجملة التانية قبل ما ينضموا للجامعة طبعا هنا الإجابة هتبقى يعني مبني للمجهول بيعلموا سباين ايز خد بالك من الإجابة هنا هنختار ا لأن هنا الكلمة يوربيان اللي ما بتتنطقش واليو بتتنطق كأنها حرف سيكنت نطقت يو مش هقدر قابلك النهاردة عندك الاختيارات طبعا هنختار هقابل أخوها في المطار طبعا ريجريت لما بيجي بعدها جيران يبقى أنت ندمان على شيء فعلته فهتقول ريجريت ستيينج أبليت ستي أبليت يعني يصهر ندمان إنه صهر لأنه سهر يعني لأنه فاته أول محاضر الجملة الأخيرة 12 كنت متعود أو كان عندي لعبة على شكل قطر لما كنت صغير يبقى ده الجزء التالي الاختياري اللي في الأول اتنين عليهم خمس اختيارات هتختار اتنين واثناشر جملة ستة على الكلمات وستة على الجرامر في كل واحدة هتختار إجابة واحدة اللي هيجي بعد كده هيكون عندنا حساب لك تقراها براحتك تمام؟ أنا بس اللي هميني شكل الامتحان فيها هيبقى إزاي وقف الفيديو وقف القطعة براحتك وبعدين ابدأ حلها المهم إن القطعة هيكون عليها أربع جمل اختياري تمام؟ برضو مع التركيز على الكلمات ومعاني الكلمات تمام؟ ومهارات التفكير النقدي مش قصر لزء من القطعة ده شكل الامتحان اللي إن شاء الله هتمتحنوه أو هتمتحنوه زيه الأسبوع القادم يوم الاثنين الجاي تمنيتي لكم بالتوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا